مرحباً أيها الرائعون سنشاهد معاً في فيديو اليوم بعض اللقطات المميزة والرائعة والتي لو لم يتم تصويرها ما كان ليصدقها أحد متابعة طيبة نتمنىها لكم ركزوا جيداً في هذا المقطع بينما كان هذا الطفل الصغير جالساً أمام شرفة المنزل وهي بالطبع شرفة زجاجية انقضى عليه هذا الأسد ولكن لم يستطع الوصول إلى الطفل بسبب الزجاج السميكي للمنزل شبا هنا هذا الحريق العملاق فيمكنكم أن تتابعوا كيف لهذا الرجل الذي يمسك خرطوم المياه ويقوم بإطفاء الحريق حسناً إن قلبه قوي جداً في هذه اللقطة بإمكانكم أن تتابعوا كيف التفت جميع السيارات بتزامن واحد وبطريقة إبداعية حسناً نحن محظوظون جداً لرؤية هذا المقطع هذه مجرد سمكة قيرش تستمتع بيومها إلى أن انقضعيها هذا الضيف غير المرغوب فيه وكاد أن يفترسها لو لا ردة فعل السمكة السريعة والتي هربت بسرعة من المكان ركزوا على هذه اللقطة جيداً كم استغرق منك الأمر حتى أدركت ما الذي تحمله هذه الشاحنة حسناً سنخبركم قبل أن تصل إنها أحد أجنحة التوربينات التي توضع لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح لنركز معاً على هذا الشخص النائم بهذا المستنقع حسناً نصيحة واحدة فقط هذا المكان لا يصلح أبداً لأي شيء سوى إلقاء المجاري أو القمامة إلى أن قام أحد الشبان الشجعان بالنزول إلى هذا المستنقع حتى يرى ما بهذا الرجل ألأنه ميت أم هو مستلق فقط ووجده حي وهو نائم في هذا المكان لنتابع هذه السيدة التي تقود هذه القطعة من الفحم وليست سيارة حرفياً لنشاهد معاً طائرة الهيلوكوبتر البشري هذه وكيف يحرك هذا الشخص قدمه بهذه الطريقة العجيبة والغريبة بصراحة ليس لدي أدنى فكرة عن ما يوجد خلف هذه الأشجار لكن يبدو الأمر مخيفاً بعض الشيء يمكنكم أن تركزوا في النهاية على الشيء العملاق الذي يمشي في هذا المكان هذا ما يسمى بالإعداد البدني الجيد حسناً يبدو أنهم مرهقون من هذه التمارين من الجيد أن تجد شريكاً رائعاً لك يشاركك التمارين وهنا لا أقصد الرجل الذي يضرب بل أقصد الدب الذي في الخلف والذي يحرك لهم هذه الشجرة قيادة الدراجات النارية أمر خطير ولكن كيف مع مجانين قيادة كهؤلاء تابعوا كيف كادوا أن يصطدموا بهذه الشاحنة لو لا حظهم الجيد أعتدنا أن نشاهد الكثير من الأشياء الغريبة لكن دراجة نارية فوق المياه هذا أمر غريب حقاً يبدو أنها ذات تصميم فريد ومميز لتمشي فوق المياه بهذا الشكل الرائع جميعنا شهدنا في المسائق الشباح ذو الجنجمة النارية لكن هل توقعتم مشاهدته في الواقع؟ الأمر أصعب مما تتخيلون فكما ترون أمامكم ما ظهر هنا هو دراجة نارية مشتعلة حقاً يمكنك أن تضطر لمشاهدة هذا المقطع عدة مرات فقط حتى تفهم ما الذي حدث وفي النهاية يمكنكم أن تركزوا في الأعلى على هذا القطار والذي يجر شاحنة نقل أمامه يبدو لنا هنا أن هناك أفعتين داخل أو أسفل هذه الثلاجة قد جلبتهم على القطة الخاصة بمالك هذا المنزل فتابعوا ردة فعل القطة عندما خرجت العفاعي من هذا المكان